عايزين نكلم فيه اللينك ده عن ملف مهم جداً الحقيقة وملف مضيء جداً عايزين نعرفكم كمان في البداية أنه من كام يوم مصر استضافت بطولة العالم للشترنج للناشئين في شرم الشيخ وده بالمناسبة لا هي أول ولا آخر بطولة يعني بتنظمها مصر وبينظمها الاتحاد المصري للشترنج بنجاح مدوي والحقيقة اللعيبة المصريين بتوعنا يعني ماشيين بشكل ممتاز جداً وبيحققوا سكور محترم حتى على المستوى الدولي كمان فللحديث عن هذا الملف وهذا الموضوع منوّرنا في الستوديو ضدنا الأستاذ هشام الجندي رئيس الاتحاد المصري للشترنج صباح الفلاء على حضرتك صباح الخير شكراً صباح حضرتك إيه؟ ربنا يخليه شكراً قرارة الأحمر وبشرة خير من عرض شترنج ده أولاً ده زي الرسمي لللجنة المنظمة ويجداش عرض حد دولي فهو الأهلي دايماً سباق ودايماً الأهلي في المقدمة إحنا سعداء بوجود حضرتك معنا سعداء بحسن تنظيم مصري للبطول للتعالم بالشترنج عايزين نعرف من حضرتك بقى بداية كده ملبسات التنظيم إيه للبطولة هي طبعاً فكرة البطولة بدأت من حوالي أربع سنوات 2019 ولما تقدمنا الأول مرة نصر الصيف البطولة والحمد لله توفعنا أن احنا ناخد ثقة الاتحاد الدولي وأسنى تنظيم البطولة لمصر بعد كده مرت فترة كورونا عشرين عشرين وعشرين 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 وواعدين تحدد يوم شهر اكتوبر 23 لصلافة البطولة في شهر مشيخ من شهر اثنين اللي فات كان ليا الشهر اثنين قبل اللواء خالد فوضى محافظ جنوب سيناء والحياة الوزير رحب جداً بصلافة البطولة في شهر مشيخ وبدأنا الإجراءات وجدنا صعوبات في الأول شهر اربعة وخمسة وستة الغالي آخر شهر تمانية كان عندنا الصعوبات زيئة يعني مش هادين نخوض في تفاصيل جتيرة المهم يعني كان فيه تعطيل للعمل من مجلس الدارة السابق والحمد لله الوزارة اللي خلت واللجنة الانبية اللي خلت في نهاية شهر تمانية وقدرنا بسرعة نتدرك الموضوع ونتفهم على الفنادة ونتفهم على صالة اللعب وتعاملت في المدينة الرياضية في الصالة الرياضية في شهر مشيخ في المدينة الشبابية والحمد لله كان إقبال الناس ومرغم الظروف المحيطة في الدول المجاورة عندنا كان فيه بعض الحروب بعض الجو متوتر بعض الدول كان مترددة نتيجي وكانت حط الخرب الروسية لأوكرانية برضو ألقت بزلالها على الموضوع بالزبط فرغم كل دوت شارك عندنا 1200 مشارك من 528 لاعب من 67 دولة من 5 خارات أمريكا الشمالية أمريكا الجنوبية أستراليا آسيا أوروبا أفريقا لأول مرة تجمع خمس قرات بالفعل كل القرات وأغلب الدول العالم الدول الرئيسية الحمد لله كانت تجمع ممتاز جدا وكان نجاح كبير لأول بطولة عالم للشطرانج تقام في مصر وخاصة فئة النشئين لدود الأفعال كانت عاملة زي تجاه البطولة دي ووسائل الإعلام الرياضية الدولية كانت حضرة إلى أي درجة والله الحمد لله كان فيه تغطية ممتازة جدا كان فيه نقل مباشر للمباريات برضو استغلنا فرصة البطولة دي والأول مرة اشترينا رقعات إلكترونية لبوردات إلكترونية للشطرانج اشترينا حوالي 60 بورد إلكتروني و300 شطرانج حديث وساعة تايمر حديثة وده كان فرصة نستغل البطولة إن احنا نعمل جهز أدوات تكفينا للسنوات القادمة إن شاء الله تجي نظم بطولات دولية على مستوى في فترة جاية فالبوردات إلكترونية دي كانت تنقل المباريات بشكل بس مباشر عندنا في الشطرانج البس المباشر ليش على التلفزيون لا على البورد إلكتروني وعن نت ومواقع الشطرانج كثيرة عالمية بتنقل البس وفيه بقى تحليل وديبطولة عائل وتظهر كمان على الموبايلات يعني الموبايل يظهر رقط الشطرانج والتحليل واللعيبة بتلعب وفيه محللين يحللوا يعني أكتر من 70 دولة في العالم كانوا يتابعوا المباريات كان عندنا موقع للبطولة كان فيه إقبال يومي جدا عليه وكان فيه بس مباشر للمباريات يومية للبوردات والحمد لله كان فيه تنافس في البطولة اللاعبين المصريين شاركوا طبعا وكتسبوا خبرة اللاعبتنا أبطال أفريقيا وأبطال عرب بس بتوطل عالم مستوى عالية وشاركة روسيا وشاركة أوكرانيا دول قوية أزربيجان كازاخستان أسباكستان دول دي كانت لها نصيب روسيا وأوكرانيا الاتنين شاركوا لانتخيلت ان نتيجة اللي بيحصل هناك لا بالعجل قدرنا نجمحهم الشطرنج لعبة لعبة سلام ولعبة محبة وتعارف فكان كله شارك فيها هي الشطرنج لعبة سلام لكن اللي حصل ما بينهم ما خصوش بالسلام يعني الشطرنج لحد ما جمحهم اللغة مشتركة الشطرنج لغة هادية ولغة راقية طب حصاد البطولة دي بالنسبة لنا وبالنسبة للعيبة بتوعنا المصريين حصاد اللعيبة بتوعنا الحمد لله كانت بطولة نكحة أولا تنظيميا وفنيا اللعبتنا استفادوا جدا شاركوا 31 لعب مصري في البطولة كان فيه إقبال كويس جدا على المشاركة اللعيبة استفادوا فنيا جدا واحتكوا بالمدارس كلها أوروبا أمريكا آسيا الدول الأسيوية قوي جدا كازاخستان وأسباكستان وبرضو طبعا روسيا وأوكرانيا وأرمينيا وتركيا برضو عندها فريق قوي وخادوا مدليات فالاحتكاك ده يوفر اللعيبة المصريين احتكاك قوي جدا ما يتوفر أنه لما نشارك بطولة العالم بنبعث أربع لعيبة أو خمس لعيبة احنا عندنا 31 لعب شاركوا في البطولة في مصر غير اللي تابعوها بشكل مباشر ويتعرفوا على المدارس دي فالحمد لله لك المشاركة أنا آسف بستأذى حدك لو نقفل الجرد يا إما نقول ألوه ونبتع لسبيكر واللي ما يشتري يتفر يعني المهم يا كتبطولة تنظيمية نكحة جدا الحمد لله حقا نوافر مالي هيساعدنا في فترة الجاية أن نغطي مشاركاتنا الخارجية والدولية فيعني الحمد لله الأمور حلوة حلوة جملة عملنا وفر مالي لأن كالعادة ساعد يبقى فيه مشاكل كتيرة في اتحادات في مسألة توفير الموارد المالية المطلوبة حتى لتدعيم اللعيبة ناهيك بقى عن فكرة تنظيم بطولات دولية أو غير دولية في مصر فإلى أي درجة أنتوا عندكوا النوع من المشاكل في الاتحاد طبعا هو الدعم السنوي الوزارة بتحاول تساعدنا على قد وانتهتر بس طبعا الظروف الاقتصادية والدعم السنوي والوزارة ثابت من حوالي 15 سنة هو نفسه وما بيزيدش ما بيكفيش مرتبات الموظفين فكان لازم نحن ندور على موارد تانية أنا من حوالي أربع سنوات قدرت توفق في دعم حوالي 100 ألف دولار قدرنا ننصر فيهم سنتين ثلاثة ونغطي كل مشاركاتنا الخارجية هل الكيانات وطنية رجال أعمال؟ والله إحنا لجعنا الكل داخليا وخارجيا فيه ناس محبين للعبة يدعموا اللعبة وأغلب الكيانات والمؤسسات والشركات الوطنية مصرية برضو بنلجأ لها بنحاول نوفر لكن البطولة العالم المرة دي كانت فرصة تجمعوا كبير و67 دولة و12 مشارك فده قدرنا من خلال رسوم الاشتراك من خلال تكاليف الإقامة والكلام ده نحن نوفر أكتر من خمسة ونص مليون جنيه مصري وفر للاتحاد هيفودونا إن شاء الله في الفترة الجاية نصرف عن نشاط عظيم هو مفيش آلية معينة ممكن نتباحها بحيث بفيه يعني شيء ملزم للبنوك الوطنية والشركات العملاقة الوطنية إن هم يرعوا اتحادات معينة يرعوا أبطلنا في مختلف الرياضات هي الوزارة قطعت شطف مع البنك الأهلي ومع بنك مصر في الموضوع ده بس التركيز الحقيقة في الفترة اللي فاتت كان على الألعاب الأولمبية والإعداد لباريس 24 فده لكن لسه الألعاب الفردية اللي هي غير أولمبية زي الشرطان ماشي على الألخ خطوة تاخدت يعني فيه مزوع دم المخاطبات نحاول بإنجازاتنا بالنتاج اللي بنعملها لكان عندنا بطولة أفريقيا من شهرين هنا تعملت في القاهرة ولعبة مصريني خادوا 25 مديليا وكان تفوق هاي جدا والوزير حضر القتام وكانت بطولة نكحة جدا ولعبة مصريني أثباتوا جدارتهم عربيا وأفريقيا عندنا برضو في شهر فبراير اللي جاي عندنا بطولة أفريقيا الحمد لله السنة اللي فاتت من شهر 11-22 لغاية دلوقتي احنا في نهاية شهر 10-23 في سنة واحدة نظمنا 8 بطولات عالمية وقرية وعربية في حدث يعني خلمة أن أي اتحاد يعمل 8 بطولات دولية منها بطولة عالم منها بطولة أفريقيا مرتين أفريقيا مرتين عرب وبطولة بحر متوسط وكمان في بطولة بحر أحمر بنجهز لها يعني 8 بطولات دولية في سنة واحدة زخم تنظيمي الحمد لله لا وأكيد الزخم ده سيبقى له نعكسات طيبة على اللعيب المصري أكيد بالاحتكاك وتأكيد الرياضة المصرية في التفوق في التنظيم في النتائج في تجمع الإقليمي سواء اتحاد البحر الأحمر أو اتحاد البحر المتوسط أو على مستوى العالم كل قارات العالم الخمسة كانوا متواجدين هنا في مصر وكان فرصة أنهم يشوفوا شرم الشيخ ناس كثيرا مبهروا في شرم الشيخ والتطور السياحي واللي موجود في شرم الشيخ والحقيقة أنا بشكر اللواء خالد فودة بصراحة حضر البطولة معنا وحضر يوم في الأول وحضر ختام البطولة ووزع جواي صراحة اللواء خالد فودة كثير أنا بوجه له تحية من قناة الأهلي كان داعم لنا بشكل كبير جدا ويعني ساعدنا أن البطولة تنجح بشكل كبير إيه نوع المعوقات اللي بتوجهها في الاتحاد والله المعوقات شوية هل هي محصورة في الأمور المادية فقط ولا في حاجات تانية لوجستية مثلا ممكن تبقى مع الطلاقم عن تنفيذ خطة طموحة للفترة اللي جاي حوقات المادية قدرنا نحلاجه زيئا بأن نحن نوفر رعاة وبأن نحن ننظم بطولة زي دي تعمل لنا وفر مالي يعني بعد النجاح التنظيمي وتغطية كل التكاليب يبقى عندنا وفر حوالي 5 ونص 6 مليون جنيه مصري دا يساعدنا الفترة الجاية نقدر نغطي بطولاتنا عندنا بطولة عالم في إيطاليا في يوم 12-11 هل نشارك فيها هنقدر نشارك بالوفر اللي معنا دا نظر أن نصفر أكبر عدد من اللعيبة يشاركوا فده حاجة مهمة كان برضو في بعض الصعوبات الإدارية طبعا يا وزار الشاب الرياضة بتعمل تعديلات دوقتي على قانون الرياضة في حاجات في لوائح الانتحادات وانتخابات الانتحادات يجب تخلي عناصر اللعبة اللهم أهل اللعبة هم اللي يترشحوا هم اللي ينجحوا هم اللي يديروا اللعبة ما يدخلش من أسر هم اللي حاصل قبل كده كان إيه في بعض الانتحادات ما مش عاد أقول كلها بيتدخل بعض الناس لنتيجة أنه علاقات باندية أو تكتلات معاندية يعمل تكتل يدخل حتى لو هو ما كانش مؤهل أنه ما كانش يلاعب شطرنج ما كانش يحكم شطرنج ما كانش لو علاقة باللعبة خالص وفجأة يدخل ويعمل مشاكل ويبقى فيه يعني من لجل أنه مبي طلعت قرار بالسبعات خمسة أو ستة عضا مجزارة نتيجة والنص كده موجود في المشتر القانوني أحمد حافظ كده الاستخواء بالخارج تعاون مع جهات خارجية ضد الاتحاد المصري البطولة دي كفيه كده للأسف والوضوع وصل للوزير ووصل للجنة الامبية وطلع قراره في واحدة 28 باستبعاد ستة الأول مرة الأول مرة في تاريخ الاتحاد الرضي لما تأكدت الجهات الأجهزة الرسمية في البلد الجملة دي غير مسبوقة مكتوب بلاس كده يعني نص ده قوي جدا الاستخواء بالخارج ضد مصالح البلد ده شيء كان صعب جدا والحمد لله اللجنة الامبية والوزارة في الوقت المناسب أخدوا قرار للمناسب باستبعاد الناس اللي هي بتاستخوة يعني رئيس الاتحاد إقليمي مش عايز أسميه يعني يتعاون ويحاول يفشل الاتحاد المصري إنه يصريه في البطولة ويسعى الدول الأخرى إنها تأخذوا البطولة من مصر وقبل التنظيم يحاول يتواصل مع الاتحاد الدولي وللأسف يعاونوا بعض أعظام مصالح أهواء ولا لوجود مصالح شخصية مصالح وكمان بيديهم أمل إنهم ممكن يتولوا للريادة ما عنديش مشكلة إنه أي حد يتولي أنا مش قاعد في المنصر طول العمر يعني أنا كده كده بقضي فترة وبقدم كل اللي عندي وبسيب المجال يعني كوادر أخرى إنها تدير بس من داخليا يعني نحل مشاكلنا داخل مصر فيه عندنا حاجات عندنا وزارة شاب ورياضة عندنا رجلة أولوبية نحتوي الموضوع لكن إحنا نستقوي بالخارج ونتعامل مع حد خارج مصر ضد مصالح مصر ده الحمد لله يعني غير بعمل يا ممال نتيجة منطقية لبرضو لهيمانة فكرة الشلالية ودي أسف من الأفات اللي احنا بنعاني منها في كل المجالات بالمناسبة صحيح صحيح ودي أفات لا مرضة من القضاء عليها ولازم المنطق يبقى حاصر ومتحقق ويبقى البقاء للأصلح والأكفاء داحية داحية علشاني أنا أستغل الفرصة دي بشكر الوزير الدكتور أشف صحية والمهندس شامحطة برئيس اللجلة المنوبية اللي هم أخدوا قرار في الوقت المناسب عشان نلحق ننظر البطولة دي لو الموضوع تأخر عن كده يوم واحد ما كانش البطولة دي ممكن تتعمل في مصر لكن الحمد لله توفقنا فعشاني أنا أشكر الوزير أشف صحي وبشكر المهندس شامحطة بالحقيقة اللي هم تعاونوا معنا وأقاروا الحق يعني لما تأكدوا أن فيه استقواء بالخارج وفيه تعاون مع أطراف خارجية والأطراف خارجي بيتدخل وبيعني بيحاول يفشل مصر في تنظيم بطولة أو صلافتها والمكاسب السياحية اللي حصل في شرم الشيخ كل الفئات الفنادق اشتغلت حاول خمس فنادق اشتغلوا فترة طويلة كمان عندنا كل الطواقف اللي بتشتغل في مجال السياحة حصل رواك في شرم الشيخ أنا قابلت الناس هناك في القوادر قالوا لي فترة دي حصل فيها رواك ما حصلش من فترة بعد مثلا مؤتمر المناخ في شعر نوفمبر الدين وعجيب حصل فترة تجمعوا دا كلها هتتكلم عن الجميع وحيشيروا صور وبيديو و1200 مشارك من خمس خراط من 67 دولة وكانوا وصدين جدا في البطولة وكانت نجحة بشكل تنظيمي وفني الحمد لله كانت وفقنا ربنا وفقنا فيها الشطرنج من الألعاب اللي ممكن تلاقي ناس كتير بتلعبها وبتمارسها بشكل غير احترافي لكن هم محترفين يعني هي ممكن يعني عايز اقول هل عندكم كشفين للشطرنج بيدوروا على المواهب الاستثنائية في هذه الرياضة نعم احنا برضو نضمن الحاجات اللي احنا توفقنا فيها انا اول ما توليت الارئاس الالتحاد من حوالي 10 سنين عملت دورات عالمية للمدربين لعداد مدربين والكوادر والحكام جبت محضرين من على المستوى مدرب منتخب ارمينيا مدرب منتخب روسيا عملنا دورات تدريب حينا حوالي 70 مدرب السبعين مدرب دور بيشغلوا عندنا في سبعين نادي وعملنا حاجة تانية برضو مش موجودة في اللعاب تانية يمكن الكورة شوية والحاجات تانية ان عندنا عشرين اكاديمية متخصصة في الشطرنج سواء داخل عنديها كبيرة عندي في نادي سموحة عندي في نادي هليوبلس عندي في نادي الصيد عندي ونادي ديجلة مدينتي تباين للاتحاد لا هما تباين للنادي بس بيشراف الاتحاد موعتمدين من الاتحاد ومن الاتحاد دولي كمان اتحاد المصر ومتخب دولي الاكاديمية دي بتفرخ كوادر بشكل غير عادي واللي بيشرف علها كمان ابطال عالم عندنا احمد عدلي بطل عالم الشباب في مصر عنده اكاديمية الدكتور باسم سامير عنده اكاديمية في ودي ديجلة وفيه كوادر مختلف محافظات عندي في بانها عندي في المنصورة عندي في كل المحافظات في تنطع نشاط هاجل جدا والحيال بحيال سيد محمد خلاف رئيس منطقة الغربية عمل نشاط في المدارس والجامعات بشكل غير ممتاز مع الجامعات الخاصة والمدارس الخاصة مع وزارة تربية والتعليم في عمل أول بطولة جمهورية المدارس عمل أول بطولة الجامعات يعني نشاط كويس جدا ده أنا عايز أقول لحظك إلى جانب المدارس والجامعات والأكاديميات التعليمية المختلفة ده الأهاوي ممكن يطلع منها فريق محترق ده فعلا الشطرنج اكتشرت فترة عن طريق الأهاوي الرجل فيه قهوة في السيدة زينب مشهورة جدا تحولت إلى نادي الشطرنج القهوة كان اسمها مشهور قهوة السيدة زينب دلوقتي بقت نادي الشطرنج شال كلمة مقهة وحتى نادي الشطرنج من خطر شعبية اللعبة وكل أبطال مصر كانوا بيدربوا عليها وبيمارسوا اللعبة يوميا عليها ومع هذا برضو يعني القمر ما يخلاش فيه أولياء أمور أو أهالي ممكن يبقى ولادهم وسطوا بقى المرحلة السنية اللي ايه بيفكروا هما يخلوهم يبطدوا يمارسوا فيها الرياضة فبطبيعة الحال الأزهار بتروح للرياضات المتعارف عليها اللي هي الرياضات البدنية مش كل الناس ممكن يختاروا لولادهم رياضة ذهنية زي الشطرنج فالناس دول تقول لهم ايه أنا أولا بشكر حدوك لأنك فتحت موضوع مهم جدا الشطرنج عندنا بنعتمد بشكل أساسي والطفرة اللي حصلت في آخر 3-4 سنين على أولياء الأمور عندنا أولياء أمور يعني كتير محترمين كتير فاهمين أن الشطرنج وسيلة تعليمية بيتنمي قدرات الشخصية لولادهم بيتساعدهم في التفوغ الدراسي الشطرنج سبت والقدرة على اتخاذ قرارات وتحب والقدرة على تحسجرات وتحميل الشخصية بشكل إيجابي وأنه يبقى عنده تفكير منطقي وشوف الإيجابيات والسلبيات ياخد قرار ويتحمل مسؤوليته مسؤوليته بأتخاذ القرار القيادة فأولياء الأمور عندنا فاهمين أن نعطني عشان جينا بيستثمروا في أولادهم وأنا بأكد بيستثمروا في أولادهم بيصرفوا عليهم بيدربوهم في الأكاديميات والتدريب خاص عشان يطلعوا أولادهم أولاً بيكونهم بشكل كويس يقدر يفكروا ويقدر ياخدوا قرار للمستقبل تاني حاجة أن هم يتفوقوا دراسياً تالت حاجة يطلع بطر رياضي هو المنطق لهم يتفوقوا دراسياً فأنا بشكر حياة أولياء الأمور جداً عندنا جموعة من أولياء الأمور على أعلى مستوى من الفهم والوعي وعارفين أنه بيستثمروا في أولادهم فده شطرنج من ضمن اختياراتهم أنها بتفيدهم شخصياً بتفيدهم رياضياً كمان بتفيدهم على مستوى الشخصي وتطوير قدراتهم عشان كده بشكر أولياء الأمور حياة واجعلهم تحية من البرنامج عدرتك لأنك فتحت موضوع مهم جداً أنا في التحدي شطرنج بيعتمد بشكل أساسي على أولياء الأمور عاملين دور كبير جداً بيساعدونا في بعض أولياء الأمور لما يكونش عندنا ميزانية بيتحملهم تكاليف سفر ولادهم خارج مصر ويمثلوا الدولة ويجيبوا نتائج للدولة فبزحاق الحياة التحية بالإضافة بيمتواجدين مع ولادهم في كل البطولات أنا عندي بطولة جمهورية بشارك فيها 500 ناشئ كل أولياء الأمور موجودين الأب والأمور موجودين مع ولادهم طول فترة اللعب يعودوا ينتظرواهم يخلصوا ويرواحوا معاهم فده يشجع الولاد كمان أنهم يعملوا نتيجة يطوروا مستقبهم يبقى فيه سقل خبراتهم ونتائجهم في الشطرنج وده شيء إيجابي جداً أكيد أنا عايزة هني حضرتك على كل الإيجازات اللي اتحققت في الفترة القصيرة اللي فاتت دي وإن شاء الله بنتمنى لكم المزيد من النجاحات الفترة اللي جاية إن شاء الله شكراً لقناة الأهل ودائماً سبعهم شكراً جزيلاً